احنا النهار دفع على مسئوليتي عاوزين نتكلم عن موضوع انا اظن ان احنا عاوزين نخرج من هذا الوضع الراكد ومن هذا الوضع الاستقطابي الشديد ومن الاوضاع التي بدت تشكل الحالة السياسية في مصر لانه ده مسألة مهمة جدا مسألة مهمة ان احنا ننهض بوطننا وان احنا نحاول ان نخط في مصابي البناء خطط جديدة وعمل جديد واظن ان احنا كنا قلنا من قبل بضرورة ان تكون هناك نخبة جديدة احنا بنتكلم على يناير بنتكلم عن صورة 25 يناير القادمة ولما بنتكلم عن صورة 25 يناير التي مر عليها عامين لازم نلحظ ملاحظة خطيرة جدا تصوروا انه يفوت عامين على الصورة ونحن لا نستطيع كل هؤلاء الذين نتجمعوا في ميدان التحرير لا يستطيعون ان يحتفلوا بهذه الصورة شيء خطير نعم شيء خطير ان الصورة المباركة التي تباهى بها كل الناس التي تباهى بها التي تباهى بها الإنسانية كلها عبر أرجاء العالم وأظن احنا فاكرين الأقوال التي وصفت هذه الصورة المباركة كل ده كان بيشكل شيء مهم جدا لكن على الجانب الآخر بنقول ان احنا في خمسة وعشرين يناير الماضي لم يحدث احتفال حقيقي بهذه الصورة ولكن حدث تراشقات وحدث استقطابات اذا في مشكلة حقيقية موجودة في الوطن موجودة في المجتمع لازم نحط ايدينا عليها ونحاول ان نعالج هذه المشكلة ونكون جزء من الحل مش جزء من المشكلة والتأزيم المسألة دي مسألة مهمة خلينا نتكلم على بعض الأمور والمبادرات التي يمكن ان تحقق مثل هذا الأمر احنا واحنا في يناير جديد في عام جديد بنطالب بتمكين نخبة جديدة ولما بنطالب بتمكين نخبة جديدة ده مش معناه ان احنا بنتخطى كل ذلك المشهد الموجود او ان احنا عاوزين نحل نخبة محل نخبة ابدا احنا عاوزين نهدس حالة من حالات التحريك في اطار عملية بناء هذا التحريك مهم جدا ان يقوم به مربع تالت المربع التالت ده هو اللي اتكلمنا عنه وقلنا انه النخبة الجديدة علشان كده احنا بنتكلم عن فاتحة جديدة ليناير جديد واحنا بشهر يناير هيبقى فيه ايام قليلة هيأتي علينا الذكرى الثانية لصورة خمسة وعشرين يناير هل احنا متصورين احنا هنحتفل بهذا اليوم ازاي او مش هنحتفل هل احنا متصورين كيف سيمر هذا اليوم على مصر لانه الثورة العزيزة المباركة ثورة خمسة وعشرين يناير تستحق منا عمل مهم جدا عمل يكافر هذه الثورة عمل يؤكد انه هذه الثورة المباركة ثورة منتجة ثورة يحس بها كل الناس ايه اللي حصل اللي حصل انه كان فيه حالة استقطاب شديدة اللي حصل انه كان فيه حروب اعلامية كبيرة اللي حصل انه الناس انقسمت وحدث نوع من شق المجتمع وصدق بالعرض وشق بالطول لا دا المسألة صعبة جدا هذا الشق الذي حدث في المجتمع نريده ان يلتائم انا الاوان ان احنا نتكلم في ايه الصورة والاليات والاشكال والادوات والمصارات والطرط اللي نقدر نلم بيها الشم ونقدر نرقب بيها الصد ونقدر نرمم هذا الشق لانه من المسائل المهمة جدا اللي احنا برضو عاوزين نتوقف عندها انه هذه المبادرة اللي احنا بنتكلم عليها هي مبادرة مصريون من اجل مصر نعم احنا مصريون نحن مصريون بالاعتبار الذي يؤكد ان هذا الشعب بكل تنوعاته بكل تعددياته بكل قواه السياسية بكل امتداداته الجغرافية بكل هذا الشأن الذي يتعلق مصر الوطن الوطن السفينة كل هذا الام يحتاج مننا عمل مهم جدا لو احنا بنشوف هذا الوضع وبنشوف كيفية الخروج من هذا الوضع يبقى احنا عاوزين نحدد عنصرين مهمين جدا اولا لازم نخفف حدة الصراع السياسي ايوة نعم المشكلة الحقيقية الان ان تحول التنفس السياسي الى حالة من حالة الصراع السياسي تحتاج منا ان احنا نعود الى ساحة التنفس السياسي مرة اخرى نحاول ان نجعل من ساحات التنفس السياسي عملا مهما لبناء هذا الوطن مش عاوزين نقف عند حد امور يمكن ان تكون حدثت من هنا او من هناك بس الشرط المهم في هذا السياق هو ان يحدث مش التوافق ومنصة الحواب وكل اللي بنقول عليه لا تحدث ما يسمى بالنواية الحسنة الحقيقية التي تبحث عن مصالح هذا المجتمع لانه انا شايف بوادر مهمة جدا خاصة لما الناس حست انه مصر في ازمة اقتصادية حقيقية بنجد ان الشعب المصري في الداخل وفي الخارج بينطفض علشان ينقذ هذا الوطن وينقذ اقتصاده حتى ولو كانت بمسائل رمزية وبمسائل احنا بنؤكد انها ذات قيمة كبيرة معنوية رمزيتها دي بتؤكد ان الناس لسه الوطن في قلبها مصالح الوطن في عقلها مصالح الوطن وسفينة الوطن يجب انتصل الى بر امنها الامر الاول اللي احنا عاوزين نتكلم فيه ان مشروع الجماعة الوطنية اللي احنا دايما كنا بنتكلم عليه مشروع الجماعة الوطنية اللي بيمس للطيار الاساسي مشروع الجماعة الوطنية حدث فيه شرخ هذا الشرخ يستحق منا عمل كبير يستحق منا ان احنا نحاول ان نجعل من عناصر النخبة الجديدة هي اصول ورصيد لكل عمل يمكن ان يحدث على ارض مصر عمل اجتماعي عمل اقتصادي عمل ثقافي النخبة اللي احنا بنتكلم عليها مش مجرد نخبة سياسية لانه من الاسف الشديد الناس بدأت تتحرك في مجال السياسة بالمعنى الضيق اللي هي التنفس الانتخابي والانتخابات والبرلمانات والدستور ورأي مش عارف في ايه كل الكلام ده بدأت تتحدث في هذا وكأنه يمكن ان تعيش على هذا لا ده كلام الصحيح هذا الامر كل المسائل اللي احنا بنتكلم عليها دي وسائل في العملية السياسية وفي المجتمع السياسي ومن ومن سم الوسيلة لابد وان تعدس مقصودها لابد وان تؤدي الى مقصودها اذا ما قدتش لمقصودها يبقى انت تعرف على طول ان الوسيلة فيها خلل او التعاطي معها في خلل علشان كده اللي احنا بنؤكده في هذا المعنى ان كل الوسائل دي اوعى تستغنى بالسياسة عن مجالات اخرى اي نعم اوعى يتغول المجال السياسي على مجالات اخرى التي تتعلق بمعاش الناس خطر كبير جدا ان الناس تفضل تتكلم في السياسة طيلة هذه الفترة وتنقسم على السياسة انا عاوز اقول لكم حاجة حصلت واحنا كنا بنصلي الجمعة قبل الماضي واحنا دخلنا المسجد ام الخطيب او الداعية او ما شئت ان تسميه يتحدث في موضوع الناس انقسم تعليم على الصوت في المسجد وحدث نوع من الشقاق والهرج والمرك الى الدرجة ان احنا صلينا بلا خطبة ايوانا انا بقول لكم انه هذا حدث حدث انه الناس انقسمت وقالت للشيخ احنا مش عاوزين نتكلم في السياسة احنا عاوزين نتكلم في الدين الناس الناس حسد انه في خطاب مؤين يمكن ان يفرق فيما بينها وهي مش عاوزة مثل هذه الفرقة لكن وهي بتدفع هذه الفرقة للأسف لانه ان تجمعنا ان تجمعنا المساجد وتجمعنا دور العبادة هو ده المعنى المهم الذي يجعل من الدين حفزا احنا بنسيء الى الأديان نعم المعادلة الاساسية التي تتعلق بهذا انه الأديان مع الاوطان والاوطان لا بد وان تستلهم الاديان وتجد ما يحفزها من الدين من قيم واصول ومبادئ حتى يمكن ان تنتج وتصلح من معاشها وتصلح من احوالها الامر الثاني في هذا الاطار يجب الناس لا تجعل من همها كل همها هذا الخلاف السياسي لا الخلاف السياسي له مكانه وله صحاته وله تنافسياته ولكن المسجد بما يملك من قداسة يجد انه الجميع يضع في اعتباره انه هذا المكان هو اسمه مكان للجمعة ولصلوات الجماعة المعنى الذي يتعلق بالجماعة والجامعية والجمعة والمجموع والاجتماع وكل ما تستطيع ان تشتقوا من هذه الكلمة الجامع الجامع جامع اذا فرق تعرف على طول انه فيه خطأ وفيه خطر كبير الامر التالت اللي احنا عاوزين نؤكد عليه شكل الخطاب الديني لا احنا بنؤكد انه الخطاب الديني فعلا بقى فيه مشاكل مش فقط الخطاب السياسي اللي فيه مشاكل لكن كمان الخطاب الديني لا شك انه بيأمل مشاكل ويضيف الى المشاكل والخلاف السياسي فيؤجج نيران السياسي حينما يدخل الدين على الخط او اللغة والمفردات الدينية بدون سابق انظام وبدون اجادة وحسن استخدام المفردات الدينية في حفز العملية السياسية ونشاط الانسان في البناء وفي الاجتماع وفي الجامعية وفي الفاعلية دي مسائل مهمة جدا ولذلك انا خرجت من هذه الصلاة وانا حزين حزين لانه فيه مسائل فيه خلافات بدأت تنشف في اماكن لم يكن يتصور انه تنشف الخلافات في مثل هذه الاماكن علشان كده لما بنقول ان الجماعة الوطنية عاوزة مشروع جديد يقوم على اساس تجديد القواعد والاصول التي تستند اليها وطيار اساسي يحملها ويقدر لكل الامور التي تتعلق بمصارات الناس مع بعضها تعيش معا وتعمل معا وتقوم بكل امر يتعلق بمصلحة هذا الوطن معا ما نقعدش نعمل نصنف الامور لانه للأسف الشديد التصنيفات اصبحت شيء غير مقبول بالمرة لانه بعد التصنيف يعقوبه على طول خط يا امة تخوين يا امة تكفين لا المسألة على غير هذا المعه عاوزين بقى نعمل نقد ذاتي لانفسنا عاوزين نشتشف حالة مجتمعية تتعلق ببناء هذا الوطن هذا الامر اللي احنا بنقول عليه مشروع الجماعة الوطنية الجديدة مشروع الجماعة الوطنية الجديدة مهم جدا ولذلك جزء لا يتجزأ من هذا ان احنا نعمل شيء يتعلق باستلهام واسترجاع والعودة ورد الاعتبار الى ميساق الميدان ميساق الميدان جزء لا يتجزأ من مشروع الجماعة الوطنية ايوة نعم الجماعة الوطنية في طبعتها الجديدة فيما تتعلق بالصورة يجب انها تستند الى ميساق الميدان ميساق الميدان ميساق واضح للجميع ما جمعنا في ميدان التحرير هو الذي يعد قوانين عيشنا الواحد المشترك ما فرقنا لا يعد باي حال من الاحوال لا يمكن اطلاقا اعتباره انه من اصول هذا الاجتماع خاصة ان هذه الفرقة اعقبها بعد ذلك صناعة فوضى هنا مشكل خطير جدا يتعلق بهذا الشعر لو احنا بنكمل المبادرة وبنقول ان الدستور حدث خلينا يا سيدي نعتبر ان الدستور اللي طلع ده واحنا اختلفنا عليه اختلف عليه هؤلاء الذين قالوا نعم واختلف عليه الذين قالوا لا واختلف عليه اللي مرحوش ودول نسبة كبيرة جدا زي ما كنا تكلمنا في امر سابق في على مسئوليتي وتكلمنا وعملنا قراءة في ارقام الاستفتام انا بقول انه التقام هؤلاء خلينا نعتبر ان الدستور اللي تم وضعه هذا هو دستور مؤقت هو بالحقيقة اي دستور في الدنيا حينما يخرج ويكون لاي جماعة سياسية هو دستور مؤقت لما بيثبت خدمته بيتغير خاصة مع وجود نظم تتمتع بالحرية لانه هو اهم شيء انه احنا ما نفقدش حصنتنا ضد الاستبداد هو ده الامر الاساس الذي يتعلق بهذا الشعب لو احنا بنبص للدستور اللي احنا صوتنا عليه وقال بعض ناس نعم وقال بعض ناس لا خلي المعارضة التي عارضت الدستور تعترف انه فيه اصبح هناك دستور يحكم وخلي التانيين يعتبروا انه هذا الدستور قابل للتعديل وقابل للتفعيل خلينا نتكلم عن خرائق تفعيل الدستور انا بس بقول لكم شيء مهم جدا لانه الناس وهي بتتكلم على الدستور كانها بتتحدث عن يعني كتاب او نصوص او اقوال وليس افعال لا احنا عاوزين نؤكد انه الدستور وسيقة مجتمعية يجب ان تترجم وتكون ما يمكن تسميته بدستور الحياة لازم الدستور ده يبقى دستور حياة انا عاوز اقول لكم وده ممكن ان شاء الله ممكن نتكلم عنه بالتفصيل لانه الدستور هنا قالنا انه في مؤسسات يجب انها تكون احنا عندنا مؤسسات مجلس اقتصادي واجتماعي عندنا مؤسسات تتعلق مؤسسة تتعلق بالوقف عندنا مؤسسة تتعلق بمكافحة الفساد عندنا مؤسسة تتعلق بالاعلام عندنا مؤسسات يجب ان تنشأ هذه المؤسسات خلينا نعمل تصورات مسبقة لكل هذا عشان نفعلها على الارض المعارضة لابد ان تكون لها كلمة قبل هؤلاء الذين هيحكمون المؤسسات واشكالها دي اسألة مهمة جدا عندنا بنقول انه في النصوص الدستورية هنلاقي نصوص موجودة وبعدين بيحيل وينظم ذلك القانون مش كده ولا ايه لما نقول وينظم ذلك القانون يبقى احنا عاوزين نبني استراتيجية تشريعية عاوزين نعمل حزم تشريعية كل اللي بيؤديه الدستور عاوزين نجهز لمجلس الشعب القادم والبرلمان القادم خطة خطة تشريعية الذي الذي كان الذي كان للعدالة الاجتماعية يمكن ان نجعله برنامجا حقيقيا وقانونا وحزمة قوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية هو ده المعنى اللي احنا عاوزين نؤكد عليه خدينا نشتغل من الموجود لإيجاد المفقود وصولا للمقصود أظن المسألة واضحة وأظن لو الناس عاوزة تبني بلدها يمكن أن تبني بلدها مصريون من أجل نفس فاتحة جديدة لينايف جديد إن شاء الله ربنا يحتض مصر الوطن مصر الصورة أمين أمين على مسؤوليتي سيف الدين عبد الفتاح مستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة